بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هيا عزيزي المشاهدين نحضر الورقة والقلم ونبدأ في تلقي العلم العملي وكذلك النظري نتعلم علميا الأحكام التجودية مع الشرح التطبيقي لهتين الآيتين مع فضيلة الشيخ خالد مرحبا لك فضيلة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد بالطبع نستعيذ أولا ثم نبسمل ثانيا ثم نفتتح الآية التي معنا الأولى في قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن القاف مضمومة وهي معي مفخمة فلا تأتي كافا بعدها لام ساكنة إذن القاف المضمومة واللام الساكنة قل هكذا مع مراعاة أن اللام عند سكونها لا تقلقل أو تحرك بأي حركة قل مع بياني أنها متوسطة لا تتشدد في لطقها قل بكل لطف وعدم تكلف يا في الأصل في الإملاء كلمة أي كلمة ها كلمة لكنها معي هنا في كتاب الله تبارك وتعالى يا أيها كلمة واحدة إذن انتبه وخذ هذه القاعدة يا حرف النداء إذا أتى بعده منادى في كتاب الله تبارك وتعالى فهو متصل دائما وهذا ما يسمى بالموصول في كتاب الله اتفاقا وليس فيه خلاف قال الإمام ابن الجزري كذا من ألوها ويا لا تفصل يعني أن هذه قاعدة في كتاب الله في كل الرسوم العثمانية هكذا كتبت يا موصولة بما بعدها جميل بما أنها موصولة بما بعدها وهما أي بما بعدها في كلمة واحدة فهل سيكون هذا المدى المتصلة لا يا حرف وأداة أيها كلمة أخرى هذا من قبيل المنفصل الحكمي للرسمي لماذا أقول هذا ستأتي معي كلمة أولياء في هذه الآية وهي مد متصل فلا تظن أن هذا مثل هذا لا هذا له حكم واسم ومسمى وهذا له حكم واسم ومسمى آخر إذن انتبه معي لو أن القلم معك الورقة قلم رصاص تدون في مصحفك أو مصحفك الخاص ضع علامة حتى لا تنسى الفارق بين هذا وذاك جميل نسير بالتلاوة قل يا أيها نمد أربعا لحفص من طريق الشاطبية كما نسير أربعا يا أيها لاحظ حتى الآن ليس معي مفخما إلا القف اللام ترقق من قل يا مرقق أيها الهمز مرقق الياء المشددة في أي لا تزد في التشديد فتخرج الياء عن كونها ياء مشددة هكذا قل يا أيها هكذا كما سمعت أما أجها خطأ أيها ها جميل قل يا أيها الذين هادوا لاحظ يا أيها عند الوقف أي ألف ها في آخر أيها ثبت وقفا أما إذا وصلت فإن هذه الألف تحذف هكذا قل يا أيها ال إذن من الهاء إلى اللام المشددة مباشرة هكذا قل يا أيها الذين 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 تسمع تسمع هذه الذال تسمع طرف اللسان لأنني بعدما أتعلم هذا الحكم في الذال تأتي معي اللغة العامية ويأتي التعامل اليومي فيمسح بأستيكة ما تعلمناه في كتاب الله من الذال والثاء والضاء لا انتبه معي وبالأخص في هذه الأحرف الثلاثة كذلك أيضا في المفخم والمرقق فالبعض قدرا يقرأ قل يا لماذا هو لم يتعود بعد ولم يتمرن الفك بعد وهذا هو السبب في أننا نسير مع الآية كلمة كلمة وحرفا حرفا لماذا لأنه إذا أراد أن يتبع هذه الأحكام نظرا لعدم تدربه جيدا إذا ما أراد أن يتلو طغى هذا على ذاك لا سر معي واحدة واحدة وهكذا وكل شيء بالتدريب بإذن الله تبارك وتعالى سيكون سهلا ميسورا قل يا أيها الذين هادوا لاحظ حتى الآن الحروف مرققة عدل قافي قل الذين ها لا تقول ها 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 فتح ها ثم مع ذلك مد بالألف هادوا دوا إياك أن تأتي منك تاء بدون أن تشعر هاتوا لأن الدال والتاء كلا هما من مخرج واحد فانتبه قل يا أيها الذين هادوا جميل هادوا إن وقفت لاحظ معي حرف المد الواو ماذا صنعنا به لم نزد عن حركتين هادوا سمعت وقفا هادوا جميل اسمع مني كلمة هادوا عند وصلها بما بعدها قل يا أيها الذين هادوا إن ماذا حدث للواو زدنا في مدها هادوا كلمة مستقلة بذاتها إن كلمة مستقلة بذاتها هذا يسمى مد منفصل حكما ورسما ما معنى منفصل؟ يعني أتى حرف المد في آخر الكلمة الأولى وجاء الهمز في بداية الكلمة الثانية فهذا منفصل حكما ورسما حكما أمامي مرسوم هكذا ورسما هكذا أمامي فالحكم ينطبق بخلاف يا أيها فالمد المنفصل في يا أيها منفصل حكما لا رسما فانتبه لذلك إذن معي الآن نوعين من المد المنفصل انتبه لهما يا أيها وهادوا إن لاحظ معي كيف أقف على الكلمة وكيف أصلها بما بعدها هادوا عند الوقف هادوا إن مددنا إن عند الوقف إن زعمتم ماذا حدث؟ لاحظ أن الهمز دائما مرقق إي لا تقول أ إن هكذا عند الوقف عند الوصل هذه النون الساكنة ستخفى لوقوع زاي بعدها وهي زاي كلمة زعمتم انتبه إن عند الوقف إن وصلنا إن زا كثير من من يتلو تلتبس عليه الغنة فينطق بهذه النون كأنها بل هي في نطقه نون مشددة فينطق هكذا إن زعمتم ويظن أنه أتى بالإخفاء وطرف اللسان يلتصق بمحل النون الواضح البينة فيجعلها نون مشددة لا النون المخفى طرف اللسان لا يلتصق بل يكون عائما في الوسط إن أنا أحاول أن أقرب لك كيف يكون وضع اللسان في الفم من باب التقريب إن زا إن زا لا تقل إن زا وضع اللسان سيحدد كيفية الغنة هكذا إن زعمتم جميل هذه الغنة واضحة بينة ظاهرة بمقدار حركتين لا تقل أن النون هنا ساكن لا غنة فيها لا أخفيت لوقوع الزاي بعدها ومن مراتب الغنة إن كانت مشددا فتلك المرتبة الأولى إضغاما ناقصا فتلك المرتبة الثانية في الإخفاء وذاك المرتبة الثالثة في هذه المراتب الثلاث تظهر الغنة بمقدار حركتين فانتبه إن زعمتم عند وصل إن بكلمة زعمتم أما كلمة زعمتم فانتبه للميمات فيها زعم أول ميم معي ساكنة تلاهاتا فذاك إظهار شفاهي في كلمة واحدة زعمت زعمتم ثم إذن الميم معي الثاء الثانية ساكنة كذلك إذن هذا إظهار آخر لماذا أنبه على هذا الإظهار لأن البعض يخطئ فيظن أن النون والميم كل ما رآها بها غنة واضحة جلية فيقرأ خطأ زعمتم أنكم لا لا غنة في الميم الساكنة إلا إذا تلاها باء لا غنة في النون الساكنة إلا إذا تلاها باء أو أحد حروف الإخفاء أو أحد حروف الإضغام بغنة هنا تكون غنة أو إن كانت النون مشددة أو إن كانت الميم مشددة أما إن كانت ساكنة كما معي هنا زعمتم فليس فيها غنة واضحة ظاهرة ليس فيها إلا الأصل كما يقول أهل العلم والتخصص إن زعمتم أنكم زعمتم ميم ساكنة تلاها همز وهذه الميم هي ميم جمع فانتبه فمن أصول الرواية لحفص أن تكون ساكنة أنكم الهمز معي مرققة ولا تنسى أنكم النون المشددة لاحظ الفرق بين كلمة أنكم وإن زعمتم مع مراعاة ألا تشبع الحركة فتقول إن زعمتم لا إن زعمتم أنكم أولياء هل لاحظت الفرق بين النون هنا والإخفاء هناك؟ جميل أنكم أولياء هذا مد متصل حكمه الوجوب لا يقل عن أربعة أما المنفصل السابق فهو جائز وهذا الحكم أي الجواز ليس للرواية فحسب بل هو بمجموع روايات كتاب الله تبارك وتعالى والقراءات أما لحفص فليس لحفص من طريق الشاطبية إلا التوسط فانتبه أربعا أو خمسة لكننا نسير على أربع إذن أولياء مد واجب متصل انتبه له جيدا أولياء عند الوقف هل لاحظت معي أنكم أولياء من قوله يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء كل هذه الحروف معي كلها مرققة هل لاحظت هذا؟ ليس إلا ألقاف في أول كلمة قل يا المفقمة والباقي معي كيف سمعته؟ إذن لا أسمع زعمتم أزايتق لبضاء لا أو عا وهي عا المين عم تو لا تقل طم زعمتم لا زعمتم أنكم أولياء عند الوقف سكن الهمز بلطف فلا تشدده أو تقلقله أو تحركه أو تخرج هواء معه هكذا خطأ أولياء أو أولياء بإخراج هواء بعد لا أولياء فالحرف شديد مجهور لا نفس فيه ولا صوت عند الوقف فانتبه لذلك جيدا لذلك يحبذ البعض أن تأتي بحركة فيه بسيطة إزاي يعني؟ يعني كلمة أولياء هذه أي نوع من أواخر الكلم التي سوف نتعرض لها بإذن الله هذه الكلمة آخرها همز جميل هذه الهمز ما الحركة التي عليها؟ الحركة التي عليها أولياء أو 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 الهمز مضمون جميل ماذا صارعت بهذه الضمة عند الوقف؟ حذفناها يعني إذا انطرأ وعرض السكون لهذه الهمز جميل ماذا قبل الهمز؟ حرف مد إذن همز قبله حرف مد وفي كلمة واحدة فهذا مد متصل حكمه الوجوب أقل أقل مقدار أربع حركات هذا وصلا وكذا وقفا ووصلا يجوز خمسا ووقفا يجوز خمسا إذن ستقف أولياء والهمز ساكن ثم أولياء خمس والهمز ساكن ثم تشبع لأجل الوقف وهذه الحالة التي يتحول فيها المد المتصل إلى عارض للسكون فيمد ستا لأجل الوقوف لأجل الساكن الذي طرأ لأجل الساكن الذي طرأ فتقول أولياء وتقف كم وجه؟ ثلاثة أربعا على السكون وخمس حركات على سكون الهمز وست حركات على سكون الهمز جميل ولك مثل هذه الثلاث مع الإشارة إلى ضمة الهمز وقفا ويسمى عند علماء التجويد إشمام أي أنك تسكن الهمز وبعد التسكين مباشرة تشير بالشفتين إلى حركة هذا الهمز ألا وهو الضم كيف يكون؟ أولياء هذه أربع أولياء انتبه لحركة الشفتين بعيد التسكين مباشرة أما إن قلت أولياء وانتظرت ثم قلت هكذا أو فعلت هكذا لا يصير إشماما يصير إسكانا فانتبه فضموا الشفتين مباشرة بعيد الإسكان لا أقول بعد قلت بعيد الإسكان تضغير كلمة بعد فانتبه والإشمام إطباق الشفاة بعيد ما يسكن مباشرة والوجه السادس أولياء ستة حركات ماذا صنعت؟ هذا إسكان لكن لابد المد مباشرة ثم الضم فهذه ست من الوجوه عند الوقف هل هناك وجوه أخر؟ نعم ولكن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر